كريب امتياز اعترف الشعراء لبنت البراء بالندية بل وبالتفوق أحيانا كلما أبرعت أو أبهرت نظرت نفسها لحدمة لغات الضغط ونافحت عن هوية الأمة وأن ثوابتها وقضاياها الكبرى داخلا في علاقة الأرض بالأرض كما تدخل الفصول شقة البحثة والأكاديمي ينباك طريقها بسرعة خارج حدود هذا الركن القصي والذي طالما اشتكى شعراءه من حيث الشغرافية كان لها على مدى العقود المستلمة حضور ملحوظ على منابر الشعر والأدب في المشرق العربي قلت في رثائي شاعر جزاقباني يا شاعر الحب كل الجمع منتظر ها أنت تولد فابدأ عمرك الثاني احتكاكها المبكر بكبار الشعراء العرب ساهم ربما في تهذيب شائريتها وسقل موهبتها أمامي الآن صورتي مع الجواهري وكذلك مع نزار قباني في بغداد بقدراتها اللغوية المكتسبة من محيطها الأسري وبجهدها البحثي المتواصل تسلحت لخوض النزال ومنافسة الرجال في ساحة الكلمة فكانت الحصيلة روايات أدبية وكتبا نقدية ودواوين شعرية فمنحت لقب خنساء موريتانيا أحمد عبدالله ممين التليزيون العربي مكشوت إذن مشاهدين ستكون معنا من نواكشوت الصيدة مباركة بنت البراء وهي شعر موريتانيا للحديث أكثر عن ديوانها الجديد الديوان الخامس وهو مدى حرفين طبعا كما شاهدنا في التقرير الشعر الموريتانيا هناك حديث كبير عنها في موريتانيا وأنها كسرت كل الحواجز التي تتحدث بأن موريتانيا هو بلد ذكوري من ناحية الشعر طبعا بامتياز لكن أعمالها الشعرية أثبتت عكس ذلك وأيضا طبعا لديها الكثير من الروايات تحدثت عن هذا بإسهاب إذن مشاهدين نرحب معنا من النواكشوت السيدة مباركة بنت البراء وهي شعر موريتانيا كما تحدثنا للحديث أكثر عن ديوانها الجديد أهلا بك سيدة مباركة نبارك لك أولا صدور هذا الديوان الجديد مدى حرفين أريد أن أعرف ما الذي بين حرفين مرحبا بكم أهلا وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة طبعا هذا الديوان هو يعتبر خامسة ديوان يصدر لي صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة هذه السنة ومدى حرفين أعتقد أنه يتضمن ما بين الحاء والباء ما بين حرفين الحاء والباء مما أردت أن أتحدث عنه ومما أريد أن أتحدث عنه يعني الحديث كلهم في هذا الديوان يتحدث عن الحاء والباء الحاء والباء بينهم كثير ما الذي تريدين أن توصليه من رسائل بين الحاء والباء ما أريد أن أوصل لهم الرسائل هو أنني وأننا في هذا الزمن الرديئي نجد أن الشعر لا مكان له وأن الثقافة والفكرة لا مكان لهما لأن الكلمة العليا هي كلمة رصاصي كلمة الدم كلمة البندقية فعلى الأقل أحاول بجديد أن أزرع في الشعر هذه الثقة ليمنحنا لذلك الأمل بالاستمرار والبقاء على هذه الأرض سيدة مباركة فمن هنا جاء تسمية ديواني مدى حرفين نعم سبقتني إلى الإجابة على سؤال كنت أريد أن أسألك في البداية أريد أن أسألك عن الديوان ثم أريد أن أسألك على موضوع بأنه هل فعلا ما زال أو ما يزال للشعر مكانته وخاصة المكانة السابقة وهل فعلا قادر الشعر بأن يؤثر على الأشخاص أو حتى على المجتمع طبعا نعم أقول لك نعم لماذا؟ أحبطنا مهما فقدنا الأمل الشعر دائما هو الكلام الجميل هو التغني بالحب التغني بالإنسانية التغني للمذل العليا والإنسان بدون قيم بدون مذل بدون حب بدون إخاء يدخل في حديقة الحيوانية ليس إنسانا ولذلك فإن الشعر هو الذي يأخذ به الجادة السليمة إلى الحب وإلى الإنسانية وإلى الحقيقة العليا التي هي حقيقة المحبة حقيقة الله تبارك وتعالى جميل سيدة مباركة يعني أعود إلى موضوع الديوان ذكرت بموضوع الديوان بأن كل شيء يتعلق بين الحاء والباء هل هناك أيضا مواضيع أخرى حاولت التطرق إليها بين يعني هذين الحرفين تطرقت العديد من الأشياء بل إن الحديث عن ما في الديوان هو حديث محمل بمعاناتنا محمل بإحباطاتنا محمل بما يدور في أطلنا العربي الكبير وفي العالم كله ولكنني أردت له مع ذلك وفي هذا نوع من محاولة الصعود أو محاولة الاستمرار أو البقاء أو إثبات ذات هو أنني أريده مع ذلك ومع كل ما يحمله عن بغداد ما يحمله عن دمشق ما يحمله عن طرابلس عن فلسطين أردت له أن يكون مدى حرفين هل ما تشهده الساحة العربية أثر بما بين حرفين بشكل مباشر؟ كثيرا كثيرا أغلب القصائد هي عن معاناتنا هي عن أوطاننا هي عن الإنسان العربي المهزوم عن الإنسان العربي المهزوز عن الإنسان العربي المشرد القصائد أغلبها في هذا المجال ومع هذا أريد الحب أن يبقى أكيد لو لم يكن رأيك في الحب كبير جدا لما أصدرت هذا الديوان أريد أن أسأل هناك النقاد امتدحوك بشكل مباشر وامتدحوا لغة الديوان وقالوا بأنه لغة الديوان الباذخة السابحة في فلك السهل الممتنع على حد وصفهم ماذا يشكل هذا لك؟ وهذا النقض الأكيد بأنه نقض بنا أيضا طبعا أنا بالنسبة لي عندما أكتب النصة أو أكتب أي كتابة فإنني أتبرأ منها بل إنني أحب أن يتحدث حولها الآخرون يقومون ما يحتاجون منها تقويما يعطونني رأيا لأنه من خلال القراءة ومن خلال الآراء النقدية الجادة لا أقول لمجاملة قال آراء النقدية الجادة فإن الشاعر يستطيع أن يصحح مساره والناقض والكاتبة أما كلمات الإطراء والمجاملات فهذه أبدا لا أعبل عليها ولا أريدها نعم سيدة مباركة أولا أشكرك على حضورك معنا لكن لو ممكن أريد أن أستغل وجودك معنا بما أنك تحدثت عن الحب هلأ هيك مشاعرنا جياشة والحديث ممتع هل ممكن أن يعني ولو إذا نصح لك قصيدة نعم نعم يعني أريد أن أسلك على بعض أو بعض الأبيات من الموضوع بس شوية شوية علينا سأقرأ لك مقطوعة قصيرة نعم شوية شوية علينا سيدة مباركة أوكي أقرأ أم لا تفضلي تفضلي الأكيد تفضلي عيناك حتى من عيناك تشرع لي عبر الحروف مدى عيناك تشرع لي عبر الحروف مدى من الأهازيج لا أحصي له عدد عيناك تشرع لي عبر الحروف مدى من الأهازيج لا أحصي له عدد عيناك مرفأ حلمي فيض شعرهما أروي به ضمأ الأيام متقدة وأستعيد مساءات تدثرها مك عفوا وأستعيد مساءات تدثرها مك الأحاديث تحيي حلمي الغريدة أواه يا طفلة الماضي التي عزفت من وحي بوحك لحنة رائعا فردة وشكلت من حنايا الوجد آلمها وعلمت في البكور الطير كيف شدى تأوي لسرك حين الليل يكتمها فتقرأ الدفء في كفيك والمدد عيناك لي وطن رحب يحملني من وارف الحب عهدا ظل منعقدا ففيهما طافقت نجد تسامرني شوقا ويحضنني من شوقه بردا وفيهما ألق من طيف أغنية نذرت منها على درب الحياة حدى عدلي فصاتك بوح لا يفارقوني اليوم عدلي فإني لا أريد غدا يعني سيدة مباركة كنت أتمنى لو هناك وقت أكثر لا فعلا كنا استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمات شكرا جزيلا لك على كل الشعر الموريتانية مباركة بنت البراء صاحب الديوان مدى حرفين وهو الخامس ويتحدث عن ما بين الحاء والباء شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة شكرا جزيلا لك على المشاهدة شكرا جزيلا لك على المشاهدة